شوف مفيش حاجة في الدنيا مفيش حاجة في الدنيا تساوي صحة جيدة على الإطلاق فلوس مش زي صحة جيدة شهرة مش زي صحة جيدة أقولك إيه تاني مناصب مش زي صحة جيدة الصحة الجيدة هي أفضل حاجة شوف نعم ربنا علينا كتير لو ركزت كل واحد فينا عنده زحمة من النعم زحمة وأنا بكلمك بجد بس سيبك من حتة دي للوقتي هي مسألة الصحة إنه نعود لسنين طويلة جدا عندنا أزمات في مسألة الملف الصحي المصري سواء إذا كان على مستوى المستشفيات وأعدادها وتجهيزاتها وكمان الدكاترة محدش بخباله منهم وأفراد طواقم الطبية من الممرضين والممرضات إلى خلالها محدش بخباله منهم وهكذا يا أخي ده أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى إن موضوع الكورونا ده حصل في السنتين اللي فاتوا ما حصلش من 25 سنة مثلا ده كانت بقت مصيبة آه الله وكنا هنوعب بقى النادي فيه نك يا لقاحات ولا حد كان هيعبرنا مويم يعني بصرف النظر برضو اللي بيحصل في مصر هو اهتمام حقيقي بالرعاية الصحية لأنك أنت خدت بالك أنه هو طول الوقت أنت فيه عندك مبادرات متعلقة بصحة المصريين بالتأكيد من أبرزها 100 مليون صحة ده على سبيل المثال علشان يبقى عندي الميت مليون صحة دي يعني لازم فيه عندي مستشفيات أكتر ولازم مستشفيات تبقى مجهزة أكتر ولازم يبقى الكوادر بتوعي مع عندهم إعداد أعلى وأعلى ولازم أبقى واخدهم كده في حضني ومتطب عليهم ومدلعهم دلع الدنيا وده اللي بيحصل في الصعيد على سبيل المثال تقدر تقول أنه تستمر القفزات أو الطفرات إن أردت أن تسميها بذلك وافتتاح أول مركز إقليمي يا خرابي ولحنا عدنا السنين اللي فاتت دي كنا بنعمل إيه يلا أول مركز إقليمي لرعاية وعلاج مرضى السكر في إناء المركز افتتحوا اللي هو أشرف الداودي محافظ إناء في منطقة مدينة العمال بيتضمن يا مولانا بيتضمن خدمات شاملة للمرضى فيها الكشف المجاني على سبيل المثال وإجراء التحاليل للناس اللي بتنتفع بالتأمين الصحي طبعا فيه صرف العلاج أنسولين وأقراس وأقلام الأنسولين أو أقلام السكر زي ما الناس بتسميها أجهزة التحاليل اللي هي أجهزة التحاليل المنزلي تنظيم الندوات الإرشادية للمريض اللي تقوله تعمل إيه وما تعملش إيه وتكل إزاي وتاخد الدواء بتاعك إزاي علشان نقدر نحد من ارتفاع معدلات الإصابة